ولدت الفنانة المصرية ناهيت شريف في الأول من شهر يناير عام 1941 وبرجة الفلكي هو برجة الجادي واسمها الحقيقي هو سميحة زاكي النيال هي من مواليد مدينة الأسكندرية ولكنها انتقلت مع أسرتها إلى محافظة القاهرة والتي تتكون من سلاس فتيات هي الإبنة الوسطى والتحقت فيها بمدرسة الليسية الفرنسية عاشت في حي الزمالك والدها كان ضابط شرطة ولكنه توفى وهي عمرها 14 سنة كما أن والدتها توفيت في يوم الزفاف شقيقتها الكبرى إناس وكان عمرها أنزاك 8 سنوات وعشت يتيمة الأبوين كانت شقيقتها مصابة بمرت شلل الأطفال والذي كاد أن يصيب ناهد أيضا ولكنه تم علاجها في مرحلة مبكرة وصلت حركة يدها يسرى صعبة حاولت الفنانة زبيدة صروت صديقة الأسرة أن تخرجها من حالتها الصعبة فقدمتها للعمل في السينما وبالفعل بدأت حياتها الفنية ولكن مكتشفها الحقيقي هو المخرج حسين حلمي حسين حلمي المهندس والذي تزوج فيما بعد وقدمها في أكثر من عمل فني ثم تزوجت كمال الشناوي والذي أحبته وأحباه كثيرا ثم انفصلت عنه وتسبب ذلك في سوء حالتها وما زاد الأمر سوء وهو وفاة شقيقتها الصغرى المريضة لطيفة ثم تزوجت للمرة الثالثة من اللبناني المسيحي إدوارد جرجيان ورزقت منه بابنتها الوحيدة باتريسا أو لينا وتوفيت ناهد بعد معاناة مع مرض السرطان وذلك في سبع إبريل عام 1981 عن عمر ناهز الاربعين عام فدهت الفنانة المصرية الراحلة ناهد شريف مسيرتها الفنية في دور في فيلم حبيب حياتي واللي تم عرضه في 1958 ثم قدمها المخرج حسين حلمي مكتشفها الأول في فيلم أنا وبناتي مع الفنانة الراحل زاكيروسطم في عام 1961 كما قدمها في فيلم تحت سماء المدينة وتوالت عملها الفنية بعد ذلك فقدمت العديد من الأفلام السينمائية واللي تعدت مية فيلم شاركت ناهد شريف بأدوار الإغراء في أكثر من فيلم تم منعه من العرض ومن أبرزهم فيلم زياب لا تأكل اللحم مع الفنان عزة العليلي أما آخر عملها الفنية فكان فيلم الوحش داخل الإنسان وفيلم دماء على السوب الوردي والذي تم عرضه في عام 1981 وهو نفس العام الذي توفيت فيه الفنان كمال الشناوي كان الحب الأول والأخير في حياة الفنانة الراحلة ناهد شريف وقد قامت بعض الصحف بنشر الرسائل اللي روت قصة حبهم حب كمال الشناوي لناهد شريف وكيف ارتبط بها وارتبطت به وأولى هذه الرسائل إنه في اللقاء الأول معه شعرت بالحنان والصدق النابع من داخله وذلك عندما قدمت معه دور في فيلم زوجة اليوم واحد وكذلك شعرت ناهد إنه شخص يحب الناس ويحترم الجميع وهذا ما جذب إليه وجعلها توافق على الزواج منه وبالفعل كان الزوجة الثاني لها بعد المخرج حسين حلمي المهندس واللي اكتشفها وقدمها للسينما في بداية مسيرتها الفنية أما رسالتها الثانية فقد كانت تهنئة فيها على نجاح فيلم المزنبون واللي شركت في بطلته الفنانة سوهير رمزي وكتبت نايد قائلة حبي الأول والأخير حبيبي كمال واعتبته قائلة لماذا تتجاهني عندما تراني فقد أحسست بنار وأنت بتصور فيلم المزنبون مع سوهير رمزي تمنيت أن أكون معك وصدقني فقط لأكون جنبك كما اعتذرت منه أنها تتدخل في حياته وخصوصياته وصراحته بأنها تعلم كم هو حزين بسبب الحدوث الانفصال بينهما وطلبت منه أن تسمع صوته دائما وأن لا يحرمها من رؤيته عاشت معه أربع سنوات ثم انفصلت عنه وقد ذكر محمد الشناوي ابن الفنان كمال الشناوي أن الفنانة ناهي الشريف كانت من أقرب زوجاته إلى قلبه كما وضح أن والدته قد غضبت كثيرا عندما انفصل عنها والده واعتبته في زيال القائلة ليه كده يا كمال دي ناهي 6 الستات وأنا بحبها جدا عانت الفنانة المصرية والتي عرفت بفنانة الإجراء ناهي شريف من مرى السرطان السادي واللي زلت بتعاني منه لفترة طويلة إلى أنوافتها المنية بعد أن علمت بإصابتها طلبت من فنان كمال الشناوي أن يتقدم بالطلب للدولة لكي تسافر للعلاج بالخارج وبالفعل كان إلى جانبها ورفعت طلب للدولة وأنهت أجراءات السفر وانتقلت إلى السويد أجرت هناك عملية جراحية ناجحة ولكن بعد عودتها أهملت في العلاق فعانت من المرض مرة أخرى وانتكست وفي المرة الثانية قام الفنان كمال الشناوي بمساعدتها للصفر للندن لكي تتخطى الانتكاسة التي تعرضت لها وبعد الصفر إلى لندن عادت إلى مستشفى المعادي لتقيم فيها وتستكمل فترة علاجها وبدأ المرض يتمكن منها إلى أن توفيت في 1981 تزوجت الفنان نهيد شريف للمرة الثالثة والأخيرة من اللبنان المسيحي إدوارد جرجيان والذي التقت به في ملها البلو أب وقد عانت في حياتها معه كثيرا بسبب اختلاف الديانات ولكنها استمرت معه ورزقت منه بابنتها الوحيدة باتريسا أو لينا وبعد قيام الحرب في لبنان انتقل إدوارد لكي يعيش مع نهيد في بيتها في مصر وقد ظهرت بعض الشائعات التي تفيد بأن إدوارد قد أخذ كل أموال نهيد شريف بعد وفاتها لكن ابنتها باتريسا نفت كل هذا الكلام وأكدت أنها مجرد شائعات ليس لها أي أساس من الصحة وأن أموال والدتها قد عادت إلى أسرتها وعشها في باريس ولم يتزوج بعدها وفاء لها ولحبه لها ترددت بعض الشائعات اللي بتفيد أن الفنان نهيد شريف هي والدة الإعلامية لميس الحديدي زوجة الإعلامي الكبيرة عمر أديب وذلك بسبب وجود شبه بينهما ولكن نفت الإعلامية لميس الحديدي هذا الكلام وقالت أنها مجرد شائعة ليس لها أي أساس من الصحة وصرحت قائلة والله العظيم الفنان نهيد شريف مش أمي الفنان نهيد شريف والتي قضت حياتها في السينما المصرية تتنقل من فيلم إلى آخر قدمت العديد من الأعمال الفنية والتي عرفت من خلالها بأنها فنانة إغراء من الدرجة الأولى وهو ما دفع النقاد إلى الحديث عنها دائما كان هناك أكثر من فيلم لها لم تقرر رقابة عرضه على الشاشات بسبب المشاهد الساخنة اللي تخللته ولكن المرض الذي تفشى في جسدها كان هو السبب الرئيسي في ابتعد عن الساحة الفنية وسبب لوفاتها وفي رعان الشباب وانتهى فترة نجوميتها حيث عانت لسنوات من مرض السرطان وتوفيت على أثره في يوم السابع من شهر إبريل عام 1981 وكانت حين ذاك في الأربعين من عمرها وتوفت في مستشفى القوات المسلحة في المعادي أبرز الأفلام التي شاركت فيها ناية شريف فيلم مخلب القط في عام 1961 وفيلم زوجة اليوم واحد في 1963 فيلم السلاسة يحبونها في 1965 وفيلم هو والنساء في 1966 شهر عسل بدون إزعاق في 1968 وفيلم ورد وشوك في 1970 وفيلم ساعة الصفر في 1972 فيلم زياب لا تأكل اللحم في 1973 وفيلم ساعة عشر يطين في 1975 وفيلم إخوات البنات في 1976 نعود إلى البطاقة التعريفية الفنية للفنانة ناية شريف الفنانة ناية شريف اسمها الحقيقي سميح محمد زكي النيال الاسم الفنانة ناية شريف تاريخ الميلاد 1 يناير 1941 وتاريخ الوفاة 7 إبريل عام 1981 عمرها عند الوفاة 40 عام البرج الفلكي برج الجادي محل الميلاد مدينة الإسكندرية الجنسية مصرية والمهنة ممثلة والديانة مسلمة الحالة الاجتماعية عند الوفاة متزوجة اسم الزوج الأول حسين حلمي المهندس واسم الزوج الثاني الفنان كمال الشناوي واسم الزوج الثالث إدوارد جرجيان واللي كانت على زمته وقت الوفاة الأبناء باتريسا أو لينا وبداية المشوار الفني بدأت في عام 1958 وسنوات النشاط الفني منذ عام 1958 وحتى عام 1981 وأخيرا رحم الله الفنان ناهد شريف وأسكن فسيح جناته ترجمة نانسي قنقر